أكثر من تسعة آلاف إصابة بفيروس كورونا في الأنبار لوحدها هذا فقط ما أعلنت عنه دائرة صحة المحافظة كان لمدينة الفلوجة منها رقم لا يستهان به إذ إن تلقي اللقاح المضاد للفيروس لم يسهم بتقليل الإصابات بسبب الإقبال الضئيل على مراكز اللقاحات وخاصة في مدينة الفلوجة نحن الآن في ردة العزل في مستشفى الفلوجة التعليمي طبعا الإصابات كثرت بالأسبوع الماضية كون أن المراجعين والمواطنين لم يلتزموا بالإرشادات الصحية وهذا سبب الإزياد في عداد المرضى صراحة يعني نحن نقول تزموا بالكمامات بالتباعد الاجتماعي بالمجاليس بس ماكوا أي إرشادات صحية أي توعية صحية يعني العالم المواطني غير ملتزمين بها فلهذا كثرة الإصابات عندنا هنا في المستشفى وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي أهم الإجراءات الوقائية التي تشدد عليها الكوادر الصحية هنا في مستشفى الفلوجة إذ إن الطاقة الاستيعابية لردهة العزل في المستشفى لم تسعف هذه الأعداد وخاصة بعد أن سجل العراق رقما من الإصابات وضع وزارة الصحة في حيرة من أمرها أولا أنه يقللون الزيارات للمستشفى والأماكن المزدحمة لأنه كثرة الإصابات بهذه الفترة كلش زادت يعني إحنا قبل شهر ما شاد عدنا باليوم نفح صنة أربعة خمسة هس بها الفترة اللي جدت زيادة الإصابات كلش قوية وما حد قاعد يصدق بنا يعني نقولهم يا أبو ترى أكو إصابات لقحوا راجعوا للمستشفى ما حد قاعد يتعرض بهذا الشيء في الحق هناك ارتفاع كبير في الإصابات في هذه الفترة بسبب الموسم بسبب تغير الجو بسبب أسباب أخرى لكن وجود اللقاح يعطينا طمعنين في أن نحارب هذا الفيروس اللعين ونقضى عليه مع توافر الوعي الكامل خصوصا مع وجود خبرة لدى المواطنين بعد مرور عام على وجود الفيروس وسطة المستشفى أوضحت لقناة الفلوجة أن ردهة العزل في المستشفى سجلت يوم أمس رقما قياسيا من الإصابات يقدر بأكثر من أربعين إصابة وبعضهم من خارج المدينة والغالبية منهم تصف حالتهم بالحرجة لقناة الفلوجة الفضائية أحمد ناجي موسيقى